أجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا بتقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من السفراء بالدول ورؤسائي لجاني الاقتراع بانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج في هذا الإطار أكد المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات اتنمى العمل في 137 مقرا داخل 121 دولة دون عوائق غلق 29 مقر بتمام الساعة التاسعة بالتوقيطات المحلية للدول ما زال قائم العمل في 108 مقر وكده فتحنا بآخر النهاردة دلوقتي يبقى كل مقرات 137 تم بالفعل العمل بها عندنا بس جنوب السودان نظرا لوجود حظر تجوال فبيتم الغلق الساعة السادسة مساء عندنا سيراليون برضو نفس الأمر عندها حظر تجوال الساعة تاسعة مساء فبالتالي هتيفل 8 مساء وبالتالي بقى كل مقرات 137 المتواجدة في 121 دولة تم الفتح وتم مباشرة العمل بإدلاق تصويت المصريين المقيمين فيها وبالتالي اكتمل جميع اللجان العمل وهنكمل إن شاء الله وهنطلع حضراتكم بالشأن اليوم الثاني واستكمالا لتصويت المصريين في الخارج ومن هنا بحب أدعو كافة المصريين المتواجدين لمباشرة حقوقهم السياسية وهذا حق أصيل كمواطن يحب وطنه فبالتالي يتوجه ويدلي بصوته في المقرات المعلنة وفقا للقرار الصادر من الهيئة الوطنية الانتخابية